نعم سيدي أولاً الله يعطيكم العافية الله عافية نحن طبعاً بالبطرة أول شيء جزء من المملكة الأردنية هاشمية دين الإسلام عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا جاي كل الأردنيين نحترم العادات والتقاليد والقيم ونحتج بعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا ما نشر قبل يومين أو مبارح أو قبل يومين يوم الخميس بالذات يعني استاء كل المواطنين في اللواء استاءت من هذه اللقطات الهابطة السيئة اللي ما بنعرف شو الهدف منها يعني شو الهدف شو الرسالة من هالمسلسل اللي رأيين يخدموا فيها المجتمع الأردني للمنتج والمنفذ والجهات المسؤولة اللي ساهمت وساعدت وسهلت في هذا المسلسل الهابط السافة اللي ضد أخلاقنا وقيمنا وعاداتنا وطراتنا وديننا كل العالم يعرف والتاريخ يقول إذا أردت أن تدمر دولة أو أردت أن تدمر بلد تدمر أخلاقها أخلاقنا الحمد لله يعني لواء البترة ما أعتقد هي أخلاق الأردنيين بس لكن شيخ يعني أين هي الجهات الرسمية الموجودة في البترة عندما تم تصوير هذا الموجودة في البترة نعم لكل الجهات اللي ساهمت وسهلت وطلبت تدسيل أمور هذه هذه الفئة اللي يعني بنقول بجوز عندهم أخلاق يعني أحسن من أخلاقنا أو قيم أحسن من قيمنا أو عندهم دين يعني لسالة الإسلام إيه شيء لسالة الرسول قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة إنما بعد في الوتام من مكرم الأخلاق وين مكرم الأخلاق في المتلسل هذا وين يعني القيم العربية الأصيلة وين الموروث اللي عند الناس اللي يهتموا في أخلاقهم وفي عاداتهم يعني شيخ ماذا لو أن الأمر قد بلغ لأهل الأنباط لأهل البترة من الأنباط الأوائل ولا غريب يعني أبصر يوتوه علينا سلمونا حضارة نعم سلمونا حضارة عظيمة بيزروها العالم من جميع من جميع أكثر العالم بتطلعوا بتعرفوا على الحضارة والأصار أين تنحصر المسؤوليات بين الجهات المعنية بإنتاج الأفلام وبالإشراف والرقابة على هكذا أعمال فنية سيدي نعلم عندنا وثائق وثائق ما هي الوثائق الذي بين يديكم وثائق أن معظم الجهات الرسمية طلبت من سلطة تطليم البطرة تسهيل مهمة هؤلاء الجماعة اللي هم سواء منتج أو مشرف أو مخرج أو ممثلين ومساعدتهم وتسهيل مهمتهم وتدليل العقبات ما هي عقبات السلطة تستجيب بهذه السهولة يعني السلطة منهم وزيرة السياحة خليني أكون سريح الوزيرة السابقة السابقة ديني عناب منهم تنشيط السياحة ضربه كمان له كتاب في تسجيل مهمتهم منهم مدير حقيقة الأسلام والملكية اللي احنا بنحتد وبنفتخر في خيادتنا وفي في عروبتنا وفي ديننا وفي إسلامنا هؤلاء الجهات الرسمية كانت التاهم يعني وبعدين السؤال اللي بطلحه بطلحه على جميع المواطنين الأردنيين والشرطاء الأردنيين وأكثر الشعب الأردني الشرطاء أين الرقابة قبل أن يعرض هذا السؤال يوجه إلى الجهات المعنية وليس للمواطنين شيخ لأن يوجه إلى الجهات الأجنبية الخارجية نعم شيخ يعني البترة هي مكان مهم تاريخيا وحضاريا وهناك بشكل مستمر ومتواصل تأتي شركات للإنتاج وصناعة الأفلام تقوم بتصوير مقاعد ومشاهد متكاملة بشكل متكرر أين هي سلطة البترة لماذا نبعد بالإجابة البترة أين كانت السلطة عن هذه العمليات التصوير عن هذا الفيلم الذي تم تصويره على فترة طويلة ومتدة وهناك حديث عن زيارات لمسؤولين رسميين إلى أماكن التصوير وتقدمت على الفيسبوك ومشرت في الإعلام المسؤولين في السلطة أفادوا أننا أنه يعني اللقطات التي وضعت وصورت وبثت على القنوات التواصل الاجتماعي ما شاهدناها ولا عرفناها ولا حدثت هذه الإجابة نأمل أن نسمحها من رئيس سلطة شيخ هل شاهدت الفيلم؟ أنا شاهدت لقطات اللقطات السيئة التي تسرس في جميع أنهاء العالم نعم اسمح لي نعم تفضل الآن اللقطات التي وضعت شافع الصغير والكبير والمراهق وكذا يعني شو شعور المراهق سواء بنت أو شب أو كذا وعمره 15 سنة الآن للأسف صارت بعض السواق الشاحنات يكتب على سيارته أشعار ما اسمه هذا؟ شوية 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 يعني عبارا كشرت كثيرا لدى الأردنيين تندلا وسقلية على هذا المشهد من الفيلم الشيخ وجيد الحسنات شكرا جزيلا